السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبائي كتمنى تكونوا بخير ولخير في هذه الحلقة اليوم سنقدم لكم الوصفة التي هي عبارة على مشروب المشروب ديال تمار السدر لعلاج نزلات البرد وهذا مشروب سيخليكم في نفس الوقت تخلصوا من حربة المعيدة حتى الحموضة ديالتها وهذا مشروب يفتح الشهية للاكم من نسبة الناس التي يعانون من فقدان الشهية المهمة الوصفة حتى هي راية فعالة طبيعية صحية وزوينة بزار كتبنا منكم نجربوها ولما نتكلم لكم من عد الوصفة ديالياليوم كتمنى الناس التي كتظروا قناة وصفات ايمنها الاول مرة كتمنى منكم شاركوا في القناة بالضغط على زل الاحمر ومتنسى مشفيع الجرس باشتواصلوا بكل ما هو جديد المهمة أخواتي من نسبة المكونات فهمها واضحين كيف ما كتشفوا معي في الفيديو ونحتاجون مكوين للأنبك أو تمار السدر هذا الشكل اللي يالو كتشفوا معي بالنسبة لطريقة التحضير أسهل ما يكون غادي تاخدوه 100 جرام من النبك غادي تغسلوه مزيان غادي تغسلوه مزيان غادي تغسلوه على الإناء يكون قابل الوضع على النار وغادي تصلبو عليه لترمينة الماء وتوضعو الكل على النار من مدة 5-6 دقايق تخليه غليم مزيان ومالي تكونوا كتحضروا في هذه الوصفة هادي خاستكم تغطيوها الطنجرة بالغيطاء ديالها باش هذا تمار السدر ما تفقدش الفوائد ديالها ودي تخليوه غليم مزيان في الماء حتى يطلق واحد اللون اللي هو داكن بني غامق من اللي بعل لكم هذا اللون هكذا في المشروب ديالكم صافي عرقوب للوصفة رحا وجدات من بعد غادي تتفعلوه النار وغادي تحطوه على جانب تخليوه حتى يبرد مدة 15 دقيقة اللي يمكن لكم تشربوه هاد الوصفة رزوينة بزافية اللي قدمت لكم بما هي عبارة على مشروب اللي بغاية تناولها كده ياخد اتمار السدر ويتناولها بشكل عادية كده يتناولها فهي مفيدة بزاف اللي تناولتوه على شكل حبوه ولا صاوبتو منها المشروب مهم حسب الرغبة لكم المهم هو وراء هاد المشروب سهل فتحضير دياله 100 كرام من هاد اتمار السدر غادي تخليوه تغليه من مدة 15 دقائق تخليوه تغليه في لتر من الماء كما شفتو معايا سهلة بزاف هاد الوصفة هادي زوينة بزاف غادي تفتح لكم الشهية للاقل بنسبة الاخوات والاخوة اللي عندهم فقدان الشهية هاد اتمار ديال السدر غانية عن تعريف ومعروفة بالفوائد ديالها المهم بالنسبة الناس لم يقدروا شي يستعملوا هاد الوصفة هادي المرأة الحامل كان صحة تجنب بحلد الوصفات الطبيعية لابغا تناول شي شوية من هاد اتمار ديال السدرين كلها المهم خاصة غير تناول شوية ولا تجنبها قعمل احسن فترة الحمل مرأة الحامل دي ما كان صحة تجنب الوصفات الطبيعية فترة الحمل حتى الناس اللي عندهم مرأة مزمن يتجنبوا بحلد الوصفات الطبيعية وكان شي ناس عندهم حساسية من هاد المكون ديال انبقى حتى ما ميجربوش على الوصفة حتى يستعملوا مع الطبيب ديالهم المهم اخواتيات الوصفة اللي اقدم لكم اليوم هي عبارة اللا ومشروب كتمنى منكم اجربو فهو فعال بزعب كيجي لديد بزعب وزوين بزعب ده بغد نتكلم لكم على الفوائد ديال التمار السدر يعطي الجسم الطاقة والحيوية والنشاط بحيث يحتوي على السكريات كيحتوي على الكاربوهيدرات هذا التمار ديال السدر او النبق كتقوي المناعة بحيث تحتوي على فيتامين الاف وفيتامين جيم وفيتامين باع المركب كتقوي الدم كزيد من الانتاج قرية الدم والحمراء بحيث تحتوي على الحديد كتوقي من الاصابة بالامساك وكتعاجة الالم المفاصل والعضلات كتقتل الميكروبات والجراتين في الجسم بحيث عندها خصائص مطهرة كتعاجة التحاب الفم واللتا كتحافظ على صحة القولون وهذا التمار ديال السدر كتقوي بصيلات الشعر وكتمنعه من تساقط اتمنعه من تساقط بالنسبة للناس اللي عندهم هاد المشكيل واضح بززاف لتساقط لهم الشعر ديالهم وكتمنع ايضا من تقصف الديال وهاد نبك هادا كيقتل الديدان المعاوية وكترد الغازات كيطهر المعيدة وكينقي اتنم من السوم وفضلات هو مدير للحياة وكيفتح الشهية للأكل كما نتلكم سابقاً وكيحافظ على صحة الجد والبشرة وكيعطنهم واحد مناضارة وحيوية وكيحسن عمليات التنفس وكيعالج امراض الصدر والقسابات الهوائية وكيقوي العظام والاسنان بحيث يحتوي على الكالسيوم والفوسفور وهو مضاد نزيان بزاف الحماء أو صحانة كما نقول لها باللغة الهامية للناخ مهم اخواتي اخواني كاته دي الوصفة دي اليوم كسبنات وكسبنات اجاب دياركم لا تنساوش تشاركو في القناة دي الوتاموني بلايك بالنسبة الاخوات لماذا لا تشاركوش كسبنا منهم الشاركو لا تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء